في تطور اللافت شن الحوثيون هجوماً بطائرة من دون طيار على عرض في قاعدة عسكرية في محافظة لحج بجنوب اليمن الخميس أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح وذكرت مصادر أن الطائرة استهدفت عرضاً عسكرياً كان يقام في قاعدة المعسكر التدريبي بالعند بمحافظة لحج بحضور عدد كبير من القيادات العسكرية والمحلية المصادر أفادت بمقتل ستة عناصر من الجيش اليمني المدعوم من السعودية وجرح نحو عشرين آخرين ومن بين المصابين رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ لحج والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة ورئيس شعبة الاستخبارات وقائد الشرطة العسكرية الحوثيون الذين تدعمهم إيران أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسط تزايد التوتر في الأوينة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة في السويد يأتي ذلك بينما أشار المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى أن طرفي الصراع في الأزمة اليمنية التزما لحد كبير بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة لكن غريفث أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب قبل تحقيق ما وصفه بتقدم جوهري على الأرض كما أكد المبعوث الأممي أن القرارة 2451 سمح بنشر طلائع الفريق المعنى بمراقبة إعادة نشر القوات لكل طرفي الأزمة اليمنية في مدينة الحديدة بقيادة الهولندي باتريك كاميرت وكان الحوثيون والحكومة اليمنية قد اتفقوا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في كانون الأول ديسمبر إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب الخلاف حول الطرف الذي سيحكم مدينة الحديدة بعد سحب القوات